ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء يا محمد يقال إنك جئت مع لساء المدينة لملاقاتنا ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله آلي آلي يا رب العالمين في بدر أخذت منا عبيدة وفي أحد حمزة وهذا علي أخو وابن عم رسولك خذ أنت بيده يا الله وانصر على عدوه نصرا مبينا الله أكبر انظر سوف نبيدهم ليس فيهم رجل واحد يا عمر يبدو أن فيهم رجلا واحدا سوف نبيدهم أقسمذ عليكم بالله اخبروني هل بينكم رجل سواي في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمر بن ود وينادي ويطلب مبارسا وكانت اعين الجميع قد جحضت من الخوف قد برز للقتال دون ادنى تردد ورسول الله يقول اليوم قد خرج الاسلام كله لمبارسة الكفر كله ومن ثم يقول ان ضربة علي يوم الخندق هي افضل من عبادة الثقلين لا والله يا علي كل هذا لك انت اقسم انما تقول حق انظروا جيدا الان فقد خرج الان الاسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله علي علي ابن ابي طالب يا رب ليس على الارض الان سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها وليس غريبا ان يخرج محبوك الغرباء هؤلاء الى المواجهة كي لا يكون لاحد سواك مكان في القلوب لقد اودعتك علي على هذه الحال فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببرغتك نحن لا نهرق دمى احد عد اذا الى قبيلتك اغمد سيفك الان فان كان ابو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق هل تعرفني جيدا نعم اعرفك جيدا وانا على ثقة تامة بانك لم تنس ضربة سيفي في الخندق اذا اظهر شجاعتك دع الحاضرين يروا انك تعرف قاعدة الشجاعة يا ابا سفيان هذا الفتى قد وضعني امام ثلاثة خيارات فاما ان اسلم اعتركك وحيدا واما ان اقاتله اذا ابقى مكانك كي ترى بعسنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الاسد المفترس لقد انشد جيدا ولكن من على ظهر فرسك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قطرت لك ختمك كي تشعر بالألم الذي يشعر به فرس مخطوع القوائم عشي يا فتاة أرحني من هذا العالي الكبير فلم يراقبت إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض اقطع رأسي أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ندني سوى علي لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاي أمري لتريحني من آلمي ونظرات القوم إلي باستهزاء نحن أهل البيت ليس لدينا شيء إلا في سمين الله وقاحتك أثارت غضبي إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقالين علي علي شيء